النهاردة في هاشتاج انتشر بصورة كبيرة وكان ضمن الاعلى على تويتر وكمان انتشر في الفيسبوك وكان بعنوان مين في البلد بتطمن الهاشتاج عبر فيه مئات من النشطاء عن اوجعهم واحزانهم للوضع اللي وصلت له البلد فيه كل المجالات سياسيا اقتصاديا تعليميا صحيا ما بقاش حد في البلد بتطمن على حاله وتضاءلة الاحلام الجميع في مصر بينتظر الاسوأ وسط الصراخات والاستغاثات زي بيقول كرم كده بيقول في بوست الناس بتدفع التمن الناس بتدفع تمن باهي استضاءلة الاحلام والاماني لحد الكفاف بمعنى اسباب الحياة وفقت والاستغناء عن كل شي قد يبدو رفاية حتى ولو نزهة تكلف بعض جنيهات الجميع ينتظر ويتوقع السيء بل الاسوأ طالما الفاعل يملك القرار وحده بلا رقيب او معاتب يحكم ويتحكم بمصير الناس غلاء في كل شيء تعالت الصراخات والاستغاثات ولا مجيب اذن مغلقة وقلب متحجر وعقل يخطط لمصلحة ذاتية بكل غشم او غشب وانانية مين في البلد متطمن التمأنينة بتيجي للمواطن لما بيعبر على الرأيه بدون خوف من السجن او الاعتقال او يتم انهب امواله بالقوة ده كان رأي حساب اسمه عاخرة بيتكلم على الطمأنينة تأتي عندما تتكلم وتعبر ولا تزجن عندما تشارك حزب ورأي ولا تعتقل عندما تمارس عملك بشفافية ووضوح ولا تقتل عندما تدخل اموالك واستثمرها ولا يأتي احد يعتدي عليها وينهبها بثغرات القانون نحن في غابة كبيرة من يملك السلاح والقوة يكون متطمن مين في البلد متطمن وازاي هيجي لتمنان وفي حاكم بيجذب على الشعب كل يوم ويبني اصور وينهب سروات البلد ويقولك دي مش ليه دي المصر ده كلام بتاع حساب اسمه وضوح وضوح قال لما يحكمك واحد كذاب مش هيكون عندك ثقة في اي قرار منه لما تكتشف انه هو اللي بيحكمك بيبني اصور ويقولك اصلاها مش ليه زي الحرمية مش هيكون عندك اطمئنان على اي سروات في ايده مين في البلد متطمن السيسي هو السبب في اللي بيحصل الشعب عشان جعل من الغني يزداد غنى ويزداد الفقير فقرا ده كان رأي احمد في البوست اللي كتبه بيقول تم سحق الطبقة المتوسطة بنجاح الكهرباء رفعت عشرين ضعف الغاز زاد سبتمائة في المية رفعت دعم عن التموين رفعت دعم عن البنزين رفعت الاسعار ستة اضعاف رفع جميع الفواتير السيسي جعل من مواطني مصر اغنياء وفقراء ازداد الغني غنى وازداد الفقير فقرا مين في البلد بالطم هيجي منين اطمئنان وبقاش في امان في الشارع ولا جوا بيتك اللي ممكن يتهدى عليك لو تعرضت له او بقى فيه مصلحة فيه تبقى مجرم مجرم ده محسن اللي بيقول بيقول في الله دولة يعني ممكن تكون ماشي في الشارع واحد يغزك بسكين ولو بتصلي في المسجد واحد يتبحك ولا تكون في بيتك وسط اولادك وتلقيهم جايين يهدوا بيتك وتبقى مجرم لو اعتردت لو اتبعت او اتبعت ابنك مشوار تبعت ابنك مشوار يختفي قصريا وبعده تكتشف انه مسجول وتبقى سعيد انه ما قدهوش تجارة اعضاء اما جرجس فشايف ان البلد ما بقاش يهو مستقبل لحد ولا لولاده ولا فيه تعليم ولا شغل ده حساب باسم جرجس عياد بيقول انا نفسي افهم حاجة هو مش احنا بنتعب ونشأ ونشير الطين على رأسنا عشان ولادنا يتعلم وينجح ويدخل كلية كبيرة يخرج منها يلاقي شغل لكن هو فيه مستقبل ولادنا فيهن التعليم فيهن الشغل فيهن الصحة مين في البلد متطمن المواطن يتطمن ازاي وهو مش عارف هيكل ايه بكرة ولا هيموت من جوة ولا ابنه هيموت من قلة العلاج ده كلام نادا نادا بتقول او بتسأل يعني ايه متطمن وانا مش عارف هاكل بكرة ولا هموت من جوة يعني ايه متطمن ومستشفى سرطان اطفال بتتقفل عشان تبرعات وفي نفس الوقت مليارات بتتصرف على اطول علم وفندق يعني ايه متطمن وانا لو جالي مرض مش عارف هكشف حتى اصطر ما عنديش تأمين صحي دي نادا ولو عنديك يا نادا تأمين صحي الناس بقى راكبها الهم والحزن في الشوارع وبقى كأنهم في سجن كبير ومفيش عندهم امل ده كلام محمد فهيم بيقول امشي في الشارع هو اللي بيقول امشي في الشارع بص امشي في الشارع بص في وشش الناس شوف القاسة والحزن شوف الضلمة في عز النور تحس ان الشوارع زعلانة مننا او علينا الكل الهم راجبه تحس كأنك في سجن مفتوح كلنا محتاجين الامل كلنا محتاجين الخروج مين في البلد متطمن طب مين في البلد متطمن على كده لما كل الناس بتشتيكي وبتصرخ وبتقن وبتتوجع من كل حاجة في البلد تعالي شوف هند شايف يا مين اللي متطمن في البلد وحسبتها ضابط الجيش او ضباط الجيش اللي معاهم مدفع ودبابة من اموالك وبيسيطروا عليهم عشان يقتلك ولو اقتربت من دولاراتهم المنهوبة من دمك ودم عيالك ضابط الشرطة يصفي دمك ويرمي جنبك سلاح ويقول عليك ارهابي قضاء بتوع المخدرات والرشاوي واعلام النظام الفاشي هما دول المطمئنين مين في البلد متطمن هند المصرية لكن حساب باسم الزيبق شايف ان حتى دول ما بقوش متطمنين والكل بقى الآن من البركان اللي ممكن ينفاجر فأي لحظة بتقول او بيقول صاحب الحساب الزيبق المصري سبحان الله مغير الاحوال لو من ثلاث سنين فاتوا كنت قدر اجاوبك واقولك ان المتطمن في البلد زباط الجيش الحرامية والقضاء المرتشين وبطوع الشرطة والفاسدين والمنتفعين من السلطة دلوقتي قدر اقولك حتى دول كمان مش متطمنين الكل القام من البركان مين في البلد متطمن ابو يحيى لخص الوضع في مصر وقالك ازاي السيسي خريبها فأبيات شعر حلوة جدا ابو يحيى كلم على أبيات شعر أحمد فؤاد نجم بيقول حد ضامن يمشي آمن لأ انت كده شلتهالي حد ضامن يمشي آمن أو مآمن يمشي فين كم مواطن قال مآمن جات له طلقة في الكبين تبقى جوه البيت مسالم فجأة نبقى مسجونين الحرامي ببلدنا حاكم لو نعارض انتم مين اطلع باللي بعده احنا جوعنا يا سعدتك كفاية انتم آمنين طب عيالنا يا جنابك هتاكل مصر منين لعنا تاخد اللي جابك طلقة تيجي في العينين الراجل ده لخص كل حاجة مين في البلد متطمن؟ اسأل نفسك انت السؤال ده اسأل اللي جنبك مين في البلد؟ حكم السيسي متطمن